انتهزت إسرائيل فرصة اقتراب بعض دول الخليج منها وتطبيعهم معها لتفرض نفسها لاعبا في اليمن ولسيما في جزيرة سقطرة جنوبا هي ترى نفسها معنية بالحرب على اليمن سواء أكان بطريقة معلنة أو سرية إسرائيل تعاملت باهتمام مع استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن مواقع استراتيجية في الإمارات بل وبصورة شبه شخصية في ظل قلقا إسرائيلي من سيناريو مشابه انتلاقا من التقدير أن من يمتلك قدرات لمهاجمة الإمارات يستطيع أيضا مهاجم تائلات ومن هنا الكلام الدائر في إسرائيل وعلى لسان محلليها الذي يعكد وجوب دخول تل أبيب في دائرة القتال مع أبو ظبي في اليمن كخطوة استباقية ومساعدتها استخباريا وعسكريا أقله عبر تزويد أبو ظبي بالمزيد من البطاريات الدفاعية مع دعوة خبراء إسرائيليين إلى استغلال ما يحدث لإنشاء حلف إقليمي ضد إيران تحرض إسرائيل على مزيد من الحرب والتصعيد إلى الحد الأقصى مع أنصار الله فهي تبدو حريصة على انفجار حرب إقليمية وتحرض بقوة على ذلك مدركة أن الخاسر الأكبر في هكذا مواجهة ستكون السعودية والإمارات فتل أبيب غير معنية فقط بتدمير العرب وافتعال الحروب بل إن ما يعنيها بشكل أساسي عموما هو السيطرة على القرار الاستراتيجي الخليجي أمنيا واقتصاديا وبالتالي سياسيا